بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي بكم أعزائي الطلبة ومع الفصل العاشر الجزء الثالث والذي هو بعنوان الانفعالات والعواطف قد تحدثنا في جزئين سابقين عن الانفعالات من حيث المفهوم ومن حيث التغيرات التي تحدثها الانفعالات في جسم الإنسان وأثرها في حياتنا اليومية وأخذنا بعض أنواع الانفعالات ثم كيفية السيطرة على الانفعالات سنتحدث اليوم إن شاء الله عن العاطفة سنتحدث عن مفهوم العاطفة خصائص العاطفة أهمية العواطف مراحل تكوين العواطف وتطور العواطف ثم أخيرا سوف نتحدث عن أنواع العواطف العاطفة ما هي العاطفة؟ العاطفة هي استعداد نفسي مكتسب مكون من مجموعة معقدة من الانفعالات يدفع الفرد للقيام بالسلوك الذي يتناسب وموضوع العاطفة إذن العاطفة هي عبارة عن استعداد نفسي مجموعة معقدة من الانفعالات تحدث الانفعالات هذه الانفعالات من مجموعها تولد لدينا العاطفة وسبق أنه نعرفنا أصلا الانفعالات هي دوافع لأن كل انفعال دافع وليس كل دافع انفعال إذن كل انفعال دافع خلى أنه هو هاي الدوافع أساسها من شأها انفعالات والانفعالات هاي مجموعة معقدة طبعا كونت لنا العاطفة يعني العاطفة ما هي إلا عادة انفعالية العاطفة ما هي إلا عادة انفعالية تتكون من مجموعة معقدة من الانفعالات طيب ما هي سمات وخصائص هاي العاطفة أول سمة أنها تنبع من دوافع عامة فطرية أو مكتسبة أنا عندي دافع اللي هو الحياة دافع الاستقرار يولد هاي الدوافع مجموعة الدوافع هاي طبعا دافع للأبوة أو الأمومة تولد هاي الدوافع العاطفة عاطفة الحب اللي يؤدي إلى الزواج وبالتالي إلى الاستقرار إذن العاطفة مصدرها أو أساسها دوافع هاي الدوافع قد تكون فطرية وقد تكون مكتسبة حب العلم يكون خليلي هذا الدافع إلى يولد عندي العاطفة عاطفة اللي هو حب العلم أو يعني دافع المعرفة يولد لي حب العلم طيب تتكون العاطفة من عدة انفعالات يعني هي بتتكون أصلا تنبع من دوافع وبتتكون من عدة انفعالات متجمعة حول شيء مادي أو معنوي أنا في عندي انفعال أكثر من انفعال بيحدث نتيجة دوافع بولد هذا الشيء هاي الانفعالات تتجمع فبولد لدي العاطفة عاطفة الحب عاطفة الكراهية بحاول شيء معين أصلها مكونة من انفعالات سابقة حدثت تجاه هذا الشيء طبعا هذا الشيء قد يكون مادي وقد يكون معنوي ثلاثة ميل استعدادي كامن من خصائص العاطفة هي عبارة عن ميل استعدادي كامن ولكنه مهيئ للنشاط عند الاستثارة احنا حكينا في مفهوم العاطفة وتعريفها أنها استعداد نفسي وبالتالي هناك ميول استعدادية تكون كامنة في النفس البشرية جاهزة للنشاط وعند ما يتم استثارتها فالعاطفة في الأصل موجودة وهي فطرية عند الإنسان ولكن تستثار من خلال الانفعالات اللي بتكون اللي هي أساس تركيبها هاي العاطفة تتميز بالثبات النسبي عكس الانفعال طبعا تتميز بالثبات النسبي وبالاستقرار مما يسمح بالتنبؤ هاي العاطفة ممكن تخليني أنا عاطفة تحب الوطن ممكن تخليني أتنبأ بإني أنا أقدم شيء لهذا الوطن وهكذا الخاصية الخامسة قد تتكون بالسماع أو بانتقال الخبرات من الآخرين يعني أن لما أسمع عن شيء كويس قد يتولد لدي عاطفة حب هذا الشيء لما أسمع أنه خبرات يعني أنه إنسان مثلا يعني أجاد شيء معين فمن خلال هذا اللي هي السماع قد أنا يعني أرنق إلى هذا الشيء أو أحبه وبالتالي يتولد بيني وبينه عاطفة طيب لو نشوف العلاقة ما بين الانفعال وما بين العاطفة نجد أنه الانفعال سطحي سريع الحدوث زي ما حكينا قبل مجرد أنك أنت تعرض لموقف مثير تدرك هذا المثير تشعر بهذا المثير تعبر عن هذا المثير فهذا قلنا اللي هو الجانب المثير جانب الإدراك جانب الشعور ثم جانب اللي هو التعبير قد يكون هذا التعبير اللي هو ظاهري وباطني ينقسم إلى قسمية ظاهري وباطني هذا بالنسبة للانفعال لكن العاطفة العاطفة تكون عميقة يعني ما بصيرش هو العاطفة بشكل سريع وبشكل سطحي مثل الانفعال ممكن أخضب بسرعة ممكن أحب بسرعة ولكن أي حب هذا الحب اللي هو بسموه الحب العابر لكن العاطفة هي تكون أساسها الحب العميق الحب المتريث الحب العمقناعة أيضا الكره الفرح هو أي عاطفة ممكن تكون هو تأتي بعمق لأنها مجموعة من الانفعالات وأي انفعالات مجموعة الانفعالات المعقدة وليست الانفعالات السريعة تمام أيضا العاطفة بتكون بطيئة التكوين ما بتصيرش العاطفة بسرعة زي الانفعال الانفعال نتيجة حدث معين يحدث الانفعال أما العاطفة فتكون بطيئة التكوين وبالتدريج بتصير وفي المقابل تكون بطيئة الزوال مش بسرعة بتكون ومش بسرعة بتزول تحب إنسان وحب حقيقي ليس من السهل أن تحبه بسرعة وليس من السهل أن يزول هذا الحب بسرعة هذا بالنسبة للعاطفة في حين الانفعال اللي بتحبه بسرعة وبتكرهه بسرعة هذا ما هو عاطفة إنما يكون انفعال طيب إيش أهمية العواطف للإنسان بالتأكيد العواطف تساعد على تنظيم الانفعالات أنا ما بصير انفعل بشوف إنسان بكون يعني بأكون نظرة أو بأكون يعني مفهوم معين عن هذا الإنسان على هذا الشيء المادي بشكل سريع يكون هذا انفعال لكن لما ننظم هاي التكوينات وتلك المفاهيم آآ والانفعالات المختلفة تجاه هذا الموضوع آآ يصبح بدل ما هو انفعال سريع يصبح عاطفة المجموعة المعقدة من الانفعالات آآ تمقلب وتؤدي إلى آآ اللي هو وجود عاطفة واكتساب عاطفة نحو هذا الشيء أيضا العواطف هاي هي عبارة عن مولد قوي للسلوك أنا لما نكون في عندي عاطفة حب الوطن عاطفة آآ حب عمل الخير هاي بتخليني أعمل سلوك آآ آآ إيجابي وسلوك تجاه الوطن سلوك اللي هو إيجابي تجاه الوطن وسلوك اللي هو عمل آآ الخير فهي هاي العواطف لما بتصير وتأصل لدى الإنسان تكون دافع ومولد قوي لعمل آآ السلوك هذا بالنسبة لأهمية العواطف طيب مراحل تكوين هذه العواطف آآ أول ما بيصير آآ قبل تكوين العاطفة يجب أن يكون هناك آآ خلينا نقول حدث نفسي لقاء نفسي وليس بالشرط أن يكون هذا اللقاء مباشر بمعنى فيستوفيس يعني العين بالعين وإنما قد أسمع عن إنسان وكثرت الحديث عن هذا الإنسان يولد لدي عاطفة حب هذا الإنسان آآ أيضا آآ ليس بالضرورة الإنسان ولكن قد يكون شيء مادي قد يكون شيء معنوي عند الحديث كثيرا عن حب الوطن عند الحديث كثيرا عن آآ آآ التجارة المربحة عند الحب عند الحديث يعني عند الحديث كثيرا آآ عن آآ اللي هو آآ نتائج أو إيجابيات آآ اللي هو التفوق ويولد لديها حب اللي هو القراءة وحب اللي هو الدراسة فهكذا إذن آآ لقاء نفسي يحدث ما بين الشيء اللي أنا بدي أتكون تجاهه عاطفة وهذا اللقاء النفسي قد يكون مباشر أو قد يكون غير مباشر أيضا بصير بعد هذا اللقاء النفسي تفاعل هذا اللقاء مع خبرات الشخص ومع تجاربه أنا في عندي خبرات بعرف أنه المتفوق واللي بيدرس كويس ممكن لكون المستقبل كويس فهاي الخبرات تولد طبعا تعمل تفاعل ما بين اللي هو كثرة الحديث أو كثرة مشاهدة اللي هو الناس اللي بتدرس كويس وبالذاكر كويس هاي ممكن يعمل تفاعل ما هذا اللقاء النفسي اللي صار بصير تفاعل مع الخبرات السابقة ومع التجارب السابقة وبالتالي بتولد عنده عاطفة حب اللي هو آآ اللي هو حب آآ الدراسة وحب العلم مثلا آآ اقتران طبع بعد المرحلة هاي بصير اقتران نتاج هذا التفاعل بشحنات انفعالية قوية إذن بصير عندي في البداية اللقاء نفسي هذا اللقاء النفسي بتفاعل مع الخبرات السابقة ثم يحدث اقتران لهذا التفاعل مع شحنات شحنات انفعالية قوية تحدث لدى الانسان هذا التكرار آآ لذلك اللقاء والخبرات تكرار اللقاء وتكرار الخبرات والتفاعل ما بين اللقاءات وما بين الخبرات وما بين الشحنات بولد العاطفة إذن العاطفة هي نتاج تفاعل ما بين اللقاء والخبرة والتفاعل آآ تطور العواطف طبعا اول عاطفة تتكون عند الوليد هي حب الام بعد ذلك طبعا طبعا الحب الام بسبب الخدمات المتكررة لهم بعدين بصير حب اللعب او حب اللعبة نفسها او حيوان الاليف ثم يتكون حب الاب متأخرا قليلا ومع نمو الطفل تتحول العواطف الى امور معنوية مثل حب الخير حب العلم وهكذا اذا تبدأ العواطف فردية تتصل بالفرد بذاته بحاجاته بانفعالاته اي انه يحب ما يولد له اللذة والراحة ولكن عندما يكبر يكبر فتصبح لديه عواطف يعني النحو اللي هو التجاه الاجتماعي تصبح عواطفه اجتماعية يعني بصير عنده عاطفة حب الخير عاطفة الحب اصلا لما يولد للجماعة الراحة حتى ولو لم يستفد هو من تلك الراحة مثل حب الرفق بالحيوان حب عمل الخير اعانة الفقراء هاي بالنسبة له اللي هو العواطف طيب انواع العواطف تنقسم العواطف الى ثلاثة انواع حسب المظاهر السلوك حسب مظهر السلوك قد تكون عواطف طبعا تنقسم العواطف ايجابية تدعو للاقتراب مثل عاطفة الحب او قد تكون عواطف سلبية تدعو للنفور مثل عاطفة الكراهية إذا في عواطف إيجابية بتقرب وعواطف سلبية بتبعد طب ممكن نقسم العواطف حسب محتواها حسب موضوعها يعني نكون عواطف تجاه كائن حي مثل تجاه الزوج أو الزوجة الأخ الأخت رئيس شاعر مصلح شجرة ورد نكون فيه تجاه طبعا حسب المحتوى وحسب الموضوعها ممكن تكون تجاه شيء مادي مثل منزل سيارة طعام مثل تكون تجاه شيء معنوي مثل المبادئ السامية الأخلاق النبيلة وهكذا ممكن طبعا تكون عاطفة جامعة بتضم مزيج من هذه الموضوعات مثل العاطفة الدينية العاطفة الوطنية هذا بالنسبة إلى هو حسب المحتوى وحسب الموضوع طيب النوع الثالث من العواطف هو العاطفة السائدة حيث يمتلك الإنسان مجموعة من العواطف المختلفة ليست جميعها بنفس الشدة والقوة هناك عاطفة أقوى من عاطفة هناك عاطفة تكون أكثر سيطرة وتنظم غيرها من العواطف وتسخر جميع العواطف لخدمتها هاي تسمى العاطفة السائدة يعني تظهر الفروق الفردية لدى الأشخاص في العاطفة السائدة وليس في وجود العواطف هناك من يعمل لخدمة وطنه أكثر من غيره فالعاطفة السائدة لديه تكون هي خدمة الوطن هذا لا يعني أنه ليس لديه عاطفة أخرى كعاطفة الأبوة عاطفة الأمومة عاطفة اللي هو الحب الكره الأمور لزي هيك هاي العاطفة السائدة عنده يكون حب الوطن وهناك عواطف أخرى تكون موجودة ولكن ليست بحجم عاطفة حب الوطن ألا وهي العاطفة السائدة لديه إبريكا عزيزي الطلبة نكون قد انتهينا من الجزء الثالث من الفصل حتى نلتقي مع فصل آخر ومع موضوع آخر لكم مني خالص التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته